نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه السورة قاعدة وهي لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم ما معنى هذه القاعدة؟ فهوهوه الرسول أراد انتهاج القرصة لأن لاهم يفتدون هل هدايتهم متيطنة ولا موهومة؟ موهومة عبد الله بن أم مكتوم هدايتهم متيطنة ولا لا مظنونة متيقنة فلا يترك شيء متيقن لشيء مظنون لا